ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفق آليات وإجراءات التسجيل الخاصة عبر تسعة من مراكز التوظيف المنتشرة في مختلف محافظات المملكة بحيث تكون تلك الحملة مكملة ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيما تمثلت المبادرة الثانية في تعديل المرسوم بقانون رقم 78 لسلاتي 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وذلك بغرض تحسين مزايا القانون حيث تم زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين ومن 120 إلى 150 دينارا لغير الجامعيين وزيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلا من ستة أشهر فيما تضمنت المبادرة الثالثة رفع رسوم تصريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرن المفروض عليها من 300 دينار إضافية إلى 500 دينار بالإضافة إلى رفع الرسوم المفروضة على تصريح العمالة المرنة للأجانب من 200 دينار إلى 500 بالإضافة إلى رسم شهري قدره 30 دينارا أما المبادرة الرابعة تتمثل في عادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور في صندوق العمل تمكين لجعله أكثر ملاءمة مع متطلبات سوق العمل سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين